الدروس اللغوية درس الأمر والنهي بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم عزيزات التلميذات عزيزات التلاميذ في درس جديد من دروس اللغة العربية من الأقسام الإشهادية الأولى باكالورية الأمر والنهي الأمر إذن هو إنشاء طلبي واللغة العربية فيها جمل إنشائية وجمل خبرية الجمل الخبرية هي الجمل التي تحتمل الصدق والكذب في ذاتها بغض النظر عن قائلها إذا قلت لكم الجو لطيف فهذه جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب ولو أن الذي قالها فإنه صادق غالبا فإذا خرجنا إلى الخارج ورأينا وتأكدنا بأن الجو لطيف فنقول لصاحبي هذا الكلام صدقت وإذا كان العكس فنقول كذبت إذن فأعيد بأن الجمل الخبرية هي الجمل التي تحتمل الصدق والكذب في ذاتها بغض النظر عن قائلها بالنسبة للجمل الإنشائية يعني منشأة الجمل الإنشائية هي التي لا نستطيع أن نقول لقائلها صدقت أو كذبت عندما تسأل مثلا هل أنجزم التمارين فيجيبك الذي سمع هذا الكلام يقولك صدقت أو كذبت لا يليق فالجمل الإنشائية إذن الجمل لا تستطيع أن تقول لقائلها صدقت أم كذبت إذن الأمر هو إنشاء طلبي والطلب في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاث أقسام إما أن يكون من أعلى إلى أسفل أو يكون من المتساويين أو يكون من أسفل إلى أعلى هذه ثلاث مراتب سنرىها إن شاء الله تعالى بعد أن نؤكد على أن الأمر له سياغ أربعة له سياغ أربعة السياغة الأولى فعل أمر السيغة الثانية الفعل مضارع المقتن بلا من الأمر السيغة الثالثة هو اسم فعل أمر والسيغة الرابعة هو المصدر النائب عن فعل أمر إذن اجتهد فعل أمر لتجتهد فعل مضارع المقتن بلا من الأمر عليك بالاجتهاد اسم فعل أمر اجتهادا المصدر النائب عن فعل أمر إذن هذه السيغة الأربعة لفعل الأمر والطلب كما قلت لكم ممكن أن يكون من أعلى إلى أسفل عندنا الاستعلاء وهذا هو الأمر الحقيقي لأن وجوب الفعل يكون فيه وجوب الفعل ويكون منه متساويين ويسمى أيضا المقام هو مقام الالتماس ويمكن أن يكون من أسفل إلى أعلى ومقام هنا ومقام الدعاء إذن فالقسم الأول هو قسم هو أمر أصلي هو طبيعة الأمر هي هكذا أن تكون للوجوب فهو أمر حقيقي فنقول في الأمر الحقيقي هذا يسمى أمرا حقيقيا ويسمى أمرا أصليا ويسمى قوة إنجازية حرفية يمكن سياغتها كما يأتي سيغة الأمر من بين السيغة الأربعة زائد الاستعلاء تساوي وجوب الفعل إذن الأمر الحقيقي يساوي ماذا؟ يساوي سيغة الأمر أحد سيغة الأمر الأربعة زائد الاستعلاء إذن نتيجته هي وجوب الفعل إذن هذا والأمر الحق يكون من أعلى إلى أسفل في المثال مثلا إذا أخذتم في الصفحة الواحدة والستون من ملخص دروس اللغة العربية الأستاذ سعيد بن علي وإلا هذه أمثلة ممكن أن تأخذوها وأنتم تكتبون على الورقة فنقول يقول الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا هذا أمر واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الفلك أي إلا الباخرة واصنع هنا أمر هل هناك استعلاء؟ نعم استعلاء من الله عز وجل إلى نوح عليه السلام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه أصل اللغة العربية فهو للوجوب وجوب الصلاة ووجوب إيطاء الزكاة ووجوب إقامة الصلاة وجوب الحج ووجوب الصيام تكون هذه بالصياة المعروفة مع الاستعلاء إذن نحن أمام الأمر الحقيقي ولكن إذا قالت الميد لزميله ناولني قلمك فهذا ليس أمرا حقيقيا ليس للوجوب وإنما يكون للاتماس وإذا قلت في سورة الفاتحة مثلا إهدنا الصراط المستقيم إهدنا ليس أمرا حقيقيا وإنما هذا خرج إلى قوة أخرى إنجازية مستلزمة مقاميا يعني ليست حرفية وإنما مستلزمة مقاميا المقام هو الذي يدل عليه وهنا المقام هنا ومقام الدعاء نعم أحسنت الدعاء يعني فتقول إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم فإنه صغة الأمر ولكن ليس فيها استعلاء فإذا خرق شرط الاستعلاء فتنتقل القوة الحرفية الإنجازية الحرفية إلى قوة مستلزمة مقاميا فيسمى الأول أصلي قوة إنجازية حرفية ويسمى الثاني المعنى الثاني يعني الأمر الثاني فهو أمر ولكن هو أمر فرعي أمر غير أصلي أمر غير حقيقي ويسمى أيضا قوة إنجازية مستلزمة مقاميا ويمكن أن تسمى أيضا بالأمر البلاغي إذا سمعتم بالأمر البلاغي فهو هذا الأمر الثاني ويتنوع هذه المسألة تتنوع بحسب المقامات إذن الأمر له صيغة أربعة أما النهي فهو له صيغة واحدة فقط فالنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه ماذا؟ على وجه الاستعلاء اللي قلنا في الطلب نقوله كذلك طلب الفعل نقوله في طلب عدم الفعل يعني طلب الكف عن الفعل فالصيغة الوحيدة في النهي الحقيقي يكون فيه الاستعلاء النهي الحقيقي أو القوة الإنجازية حرفية هي لا ناهية زائد الفعل المضارع المزوم بلا ناهية ثم الاستعلاء يعني عندنا قوة هذا يسمى بالنهي الحقيقي ونتيجته وجوب الكف عن الفعل فإذا خرق هذا الشرط الذي هو الاستعلاء نخرج من النهي الحقيقي إلى نهي غير حقيقي النهي الحقيقي كيتسمى نهي أصلي نهي حقيقي قوة إنجازية حرفية ويسمى النهي الآخر الغير الحقيقي يسمى غير حقيقي يسمى فرعي يسمى كذلك قوة إنجازية مستلزمة مقاميا ويسمى أيضا بالنهي البلاغي إذا سمعتم النهي البلاغي فاعلموا بأنه هذا النوع الثاني كقولنا في الأمثلة مثلا قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض إذن هنا لا نهية زائد الفعل المضارع لمجزوب إلى النهية وهذه السيغة هناك الاستعلاء ولا تفسدوا من الله عز وجل لعباده ولا تفسدوا أي وجوب الكف عن الفعل وجوب الكف عن الفعل أما إذا قلنا ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا يعني فهذا نهي ولكن هل هو نهي حقيقي أبدا لأنه قد خرق هذا الشرط الذي هو شرط الاستعلاء فيكون من أسفل إلى كثم الاستفال يكون من أسفل إلى أعلى فيكون معناه الدعاء في مقامه الدعاء ولا تفسدوا وربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا إلى غير ذلك فتلاحظون بأن الأمر كما قلت ينقسم إلى قسمين أمر حقيقي وأمر غير حقيقي وأنه كذلك ينقسم إلى قسمين أمر حقيقي وأمر غير حقيقي هناك مثال في الصفحة الثالثة وستون لا تنهى عن خلق وتأتي مثله إذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله إذا كان قوة الإنجازية مسلزمة مقاميا لاش كأن هذا النهي فإنه غير حقيقي إذا كان بالفعل من المتسويين فيكون في مقامه فمقامه هنا النصح والإرشاد كذلك في قول العرب عندما تقول لا تكون رطبا فتعصر ولا يابسا فتقصر يعني هذا المقام هو مقام التوجيه ومقام التنبيه ومقام الوعظ أيضا ممكن أن يكون مقام الوعظ والإرشاد قالت الخنساء مثلا أعيني جودة ولا تجمدة ألا تبكياني لصخر الندى معنى أعيني هذه الهمزة فإن همزة الندى أعيني جودة ولا تجمدة جودة هنا يعني صيغة أمر ولكن هل هو أمر حقيقي؟ أبدا لأنها هي فإنها تنادي ماذا؟ تنادي عينيها عينيها يعني جامدة عينيها ولا تجمدة يعني نهي أيضا ولا تجمدة ألا تبكياني لصخر الندى؟ ألا تجودة أيتها العيناني ألا تجودة بالدموع؟ ولا تجمدة؟ لا تجمدة من الدموع من السكب الدموع يعني معنى أن هذا الأمر فإنه أمر غير حقيقي وكذلك نهي غير حقيقي إذن المقام هنا هو مقام التمني لماذا التمني؟ شوفوا من يكون عندكم عندما يكون عندما تجدون في مثال أمر أو نهي لجماد أو غير إنسان فإنها يكون للتمني يكون للتمني أي عينية جودة ولا تجمدة كما قال الشاعر قفة نبكي إذن فتلاحظون بأن الأمر ينقسم إلى قسمين أمر غير حقيقي والنهي ينقسم إلى قسمين حقيقي وغير حقيقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذن صدقة جارية جعلت هذه المادة العلمية صدقة جارية لكل مسلم لكل أحد يريد أن يشارك بها الآخرين ويتقسمها مع الآخرين وعلم ينتفع به لعل هذا من العلم الذي تنتفعون به وينتفع به الأجيال التي تأتي ثم ولد صالح يدعو لها أنتم أولادي أنتم أبنائي وبناتي أدعو لي في حياتي وبعد مماتي محبكم سعيد بن عالية 06-73-83-73-23-23 وألقاكم بإذن الله تعالى في مادة أخرى من مواد اللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر